يعني تحتاج لشهور وربما سنوات حتى تدخل قلوب الاهلوية عمليها صعبة جدا أنجزها مارس الكولر في أيام علشان كده اليوم يوم والنهاردة في رقم عشر والأول يوم في القد للحد اللحظة دي كله بيدي والأهل ده ملل فوق بيفوق الكل بأي ده حال دي في الأول دايما نسابق وزرع فينا قيم ومبادئ وإزاي في العاد منصور ونلاقي النور والحب ومعالك 9-9-22 أعلن الأهلي رسميا التعاقد مع مارس الكولر بعد سلسلة من النتائج السيئة الموسم الماضي علشان يسأل جمهور الأهلي من كولر اللي ملوش خبرات في الكارة الأفريقية يا طرح يبقى زي جوزيوة مسيماني ولا هتبقى مخاطرة جديدة زي مخاطرة ريكاردو سوارش عشر شهور بس وكل أركن واخد مع الأهلي خمس بطولات بمعدل بطولة كل شهرين في رقم ما وصلوش أعظم مدرب الدوري المصري على مر التاريخ ولا يمكن حتى أعظم مدربين العالم الشخص الصارم الهادئ مع اللاعبين والمهزب والزكي مع الإعلام كسب حب الجميع سواء في الأهلي أو خارجه الأهلي وجماهيره وفازوا بكولر بس الأهم أن الكرة المصرية كلها كسبت بوجود كولر هنا في مصر موسيقى يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة والله إحنا هنا في رقم عشرة قلنا إن كولر محتاج ياخد حقه شويتين تلاتة مرسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللي تولى المهمة من عشر شهور بالزبط مع النادي الأهلي الراجل اللي مكادش حد بصراحة شديدة يتوقع إنه إحاق كل هذه النجاحات في الموسم الأول ليه مع النادي الأهلي مش علشان هو لا قدر الله الأهلي جاي مدرب ضعيف لا سي فيه محترم جدا ولا علشان هو كان النتائج مش عظيمة للأهلي مع نهاية الموسم الماضي بس الحقيقة إنه مدرب ما عندوش خبرات في المنطقة العربية ما عندوش خبرات في المنطقة الأفريقية ما عندوش خبرات بالكرة خارج أوروبا فأنت بتتكلم في مدرب يعني لسه جاي استكشف لسه جاي استكشف أريد تصريحات عن مارس الكورة أنا في تكرتها دلوقتي أول ما مارس الكورة لجي تدريب النادي الأهلي بدأت أسرش عنه وأشوف بيتكلموا عنه زي في النمسا أو في السويسرا سواء مع بازل أو مع منتخب النمسا أو مع الفرق اللي دربها وكان لما بيتقال عليه انتقادات كان بتتقال إيه؟ بتتقال إنه مدرب تقليدي طريقته تقليدية ما عندوش ابتكار وفي حقيقة الأمر بعد عشر شهور اللي الواحد شافه من مارس الكورة مع النادي الأهلي غالبا ما شافهوش قبل كده في الكورة المصرية هتقول لي يا عم كريم يا استنى بس ما تبالغش ما تقفرش عشان خد خمس بطولات هو ده في حد ذاته شيء تاريخ خمس بطولات في عشر شهور بمعدل بطولة كل شهرين يعني صباح الخير صباح الخير المشجع الأهلاوي بيقولها بياخد بطولة كل شهرين كل 8 أسابيع كل 60 يوم بطولة يا بغتك يا بغتك نوتان باح يا بغت مشجع النادي الأهلي بالأهلي الموس بس حط دي على جنبه اللي عمله الراجل فنياً فنياً مع الأهلي والله مفيد جداً للكورة المصرية برضو هتقول لي بتبالغ هرجعك بالماضي القريب من والجوزية؟ مع النادي الأهلي لما بدأ يعمل أسلوب لعب معين بدأ يعمل لغط معين بدأ يلعب بطريق 3-5-2 ولا 3-4-3 بأسلوب معين بدأ يخلي اللعيبة الجناحات واللعيبة البكات تشتغل بشكل معين ما كلمك في حاجات لا علاقة بالأمور الفنية اللي بعد كده أثرت فنياً على منتخب مصري التاريخي في 2006-2008-2010 التأثير اللي بيعمله المدرب الأجنبي في النادي الكبير سواء أهلي أو زمالك طبيعي على طول يرفلكت بسرعة على المنتخب الوطن بسرعة فأنا شايف أن اللي عمله مارسي الكورة مفيد للكورة المصرية وليس للنادي الأهلي فقط بمعنى دفاعياً الأهلي والزمالك والإسماعيل والمصر والبرامنز وكل الأندال اللي في مصر كان بتعاني دفاعياً جداً طوال المواسم الماضية السنة دي دفاع النادي الأهلي قوي جداً يكفي أن أقولك أنه في 29 مباراة الأهلي دخل فيه سبع أهداف بس بس رقم يعني ضئيل جد دفاعياً الأهلي تطور هجومياً هجومياً على مستوى المنظومة أنا اللي قلت مبارح على مستوى المنظومة على مستوى الأفراد الأهلي ما عندوش هدفين والدليل أنه ما فيش في الثلاثة الأوائل هدفين من الأهلي الثلاثة الأوائل في قائمة هدف الدوري ما فيش بس الفرقة كلها بتعرف تسجل كل الفرقة بتلعب كمنظومة هجومية قوية جداً مش لازم بقى عندك هدف وإن كان ده مفيد يعني يعني الأهلي لما هيجيب هدف بعد كده هيبقى مفيد بس لو ما عندكش هدف تقدر تطور المنظومة طب مين اللي بيطور المنظومة المدرب ما عندكش مهارات فردية كمهاجم هدف تخلي المنظومة كلها قوية هجومين عملوا مرس الكولر شفنا لعيبة الوسط اللي هي لعيبة رقم 8 خلاص حالكم عارفين بقى الأرقام دي دلوقتي على طول الستة اللي هو بيبقى أقرب لخط الدفاع والتمانية اللي هو بيدافع وبيهاجم حالكم عرفتوا الأرقام دي تمانية اللي زي حمد فتحي أو زي أليو ديانج أو زي عمر السلية أو زي أحمد الكندوسي بقى الناس لهم أدوار هجومية كبيرة جدا الأهلي بقى يهاجم من الجناح الجناح اللي بيخش في العمق والباكة اللي بيطلع على الطرف شفنا حاجات بتاديد تلمسها يعني لما جاي أقول لك المدرب ده كويس أو وحش بتقعد تقول لي إيه يعني أنت بتقول أهوائك لكن كلر خلاك تشوف حاجة بتتعامل وأنا أقول الكلام ده لأول مرة وأعرف إن جمهور الأهلي بيزعل من الكلام ده أو بعض من جمهور النادي الأهلي بتزعل من الكلام ده مفيش خلاف أبدا إن المسيماني كان مدرب كبير وحاق مع النادي الأهلي إنجازات عظيمة وهيفضل تاريخ النادي الأهلي يذكره بكل خير فيش خلاف بتقول لي كده الحاجة الحلوة تكتكيا في الملعب اللي كنت بتشوفها من المسيماني بتقول الله ده عمل دخل الجناحات والباكات كان بتطلع ولعبة الواصل كان بتهاجم والدفع كان بيدفع مش عارفت إزاي اديني ملمح ده اللي كان بيعمله المسيماني مش بقولك زي ما بعض الناس يقولك مدرب محظوظ لا بس ما كنتش بتستمتع كنتش بتستمتع بالأهلي وقت مسيماني لكن كولر بيكسب وبتستمتع بأداء النادي الأهلي الاتنين معادلة صعبة جدا معادلة صعبة جدا مدرب مدهش مدرب مبتكر مزي ما كان فيه في بعض الناس في الصحافة الأوروبية كان بيكتبه أنه هو أحيانا بيبقى تقليدي في طرق اللعب لا ده ممتكر جدا ده مبدع جدا أتمنى من كل قلبي للنادي الأهلي ينجح في التجديد للمارس الكولر إنجح لسنوات قادمة ليه؟ إن أنا في رأيي أن المارس الكولر السنة الجاية مع النادي الأهلي بعد السنة الجاية هيكون عنده عروض بالجملة أنا متأكد أنه عنده عروض دلوقتي بس هو مرتبط بتعاقد مع النادي فالأهلي بقى بيصرع وإنا عايف أن الأهلي بيشتغل على دلوقتي سرع وجدد وجدد التعاقد أو مدد التعاقد عشان ده مدرب كبير ليه طيب إحنا منتكلم النهار ده على مارس الكولر وهيبقى معي الفقرة القادمة زميل عزيز محمد جمال كلام أكتر عن مارس الكولر ليه منتكلم عن مارس الكولر الناس دي اللي زي مارس الكولر أنا أقولت الكلام ده شوية بقى اللي زي مارس الكولر لما بيجوا مصر إحنا كلنا منستفيد المتابعين بيستفيدوا الجماهيل بتستفيد الإعلام بيستفيد بالتأكيد اللاعبين بيستفيدوا الكل بيستفيدوا بخبرات حقيقية أجنبية حقيقية مش أجنبي وخلاص مش خواجة وخلاص لأ ده مفيد للكرر المصرية راجل أسوريو اللي بيدرب الزمالك ده لسه ما نقدرش نحكم عليه ولكن يبدو من السي بي ومن اللي عمله في الفترة الأخيرة معناس الزمالك إنه الراجل كويس نشوف الموسم الجاي هيعمل إيه بس يبدو إنه راجل كويس ومفيد أيضا للكرر المصرية فيتوريا رائع ميكالي رائع كيروش لما كان موجود رائع عفوا فيلر كان موجود رائع منوج جوسيت طبعا أسطورة كل الأسماء دي نستفيد منها وكبرال وفنجادة في أسماء كتيرة عدت على الكرة المصرية كانت رائعة جدا طيب نكمل فيه نقطة مصار جدل وحكايات دلوقتي هو الأهلي هيستلم الدوري عفوا عفوا هو الأهلي هيستلم درع الدوري إمتى هيستلموا مثلا مباراة الزمالك هيستلموا في نهاية الدوري طبعا ليه ما يستلموش في مباراة الزمالك بص دي حكاية جدلية دمها تقيل مش عايزين نقف عندها كتير والربط لأن ديه النهاردة خلصت الحكاية وقيت لك لأهلي هيستلم درع الدوري في مباراة حرس الحدود يوم 19 في استاد الكهرب عشان نخلص من الحكاية بس أنا واقف عند نقطة أنه في تعقيدات كده احنا بنعملنا نفسنا في أي حاجة في أي حاجة في أي حاجة أهلي خلص دوري ما ياخد الدرع موجود ياخد الدرع يعني ياخدوا بقى في مباراة الزمالك ياخدوا في مباراة حرس الحدود ياخدوا في آخر الدوري ما ياخد الدرع بس يبقى في حاجة مفهومة واضحة خد بالك لحرس الحدود هي آخر مباراة للنادي الأهلي ولا مباراة الزمالك هي اخر مباراة للنادي الاهلي فبقى انك انت بشتدي الدرع في اخر مباراة فممكن تديه في مطش الزمالك ما ديتوش في مطش الزمالك فأتماني يكون النادي الاهلي متقبل ده وميبقاش فيه اي حوارات على السوشيال ميديا وعلى بالنسبة للجمهير وبروك للنادي الاهلي الدور وده الاهم بالنسبة للنادي الاهلي وجمهير النادي الاهلي درع حاجة شرفية جميلة التكريم يعني اي وقت فقط بالمناسبة درع الدوري ما زال في نادي الزمالك اتحاد الكرة ورابط الأندية طلبوا درع الدوري من نادي الزمالك عشان يتم تجهيزه لتسليمه للنادي الآلي المؤكد خلاص ان درع الدوري مش هيسلم في المباراة القادمة مباراة الآلي والزمالك ده بالنسبة للدرع مباراة الآلي والزمالك يوم الخميس القادم لا يفاز بالدوري الزمالك ثالث أو رابع عادي وإن كان بعد شوية أقول لكم ليه التالت ممكن يبقى مهم للزمالك يعني مركز التالت أو الرابع قبل اللي هقوله لكم بعد شوية ما كانش فارق بس اللقاء ممكن يبقى مهمه شوية مهم في كل الأحوال يعني مباراة بين أكبر ناديين في القارة الأفريقية أكبر ناديين في الوطن العربي دربي من أهم دربيات العالم خلونا نستمتع يا جماعة يعني دلوقتي مش المفروض يبقى فيه شحن مش المفروض يبقى فيه عصبية الأمور محسومة لكل الأطراف الدنيا جميلة الدنيا لطيفة واللي عنده كلمة طيبة يقولها واللي عنده كلمة حلوة يقولها واللي عنده كلمة تفرحنا بالمباراة ونخلينا نستناها ونستمتع بيها يقولها واللي ما عندوش ما يشاركش معنا في الكلام على الأقل بلاش أفوارها بلاش مبالغات بلاش شد وجذب بدون داعي مباراة لطيفة حلوة الواحد بيستنى مباراة الأهلي والزمالك من الشهر للشهر ومن السنة للسنة بتبقى احتفالية لعيبة بتحب بعض لعيبة على علاقة كويسة مع بعض لعيبة بيشاركوا مع بعض في المنتخبات أمور محسومة يعني مش مباراة مثلا مين اللي عيحسم اللقب من الأهلي والزمالك فأقول ما عليش يصل لعيبة مشحونة والأجلال الفنية مشحونة وإدارة الأندية مشحونة ما فيش أي أي مجال للشحن من أي نوع الناس بقى اللي بتخترع شحن دي أرجوك حضرتك أنت كمشاهد أو مشجع أو متاعب ما تروحش معا ما تروحش خليك أنت اعمل زي الناس اللي بتحب الكرة زي حالتنا كده زينا كلنا إحنا عايزين نستمتع بهم مباراة وخلاص مباراة طاليق حقيقي بالكرة المصرية واسم الأهلي والزمالك تبقى حاجة مشرفة على مستوى الأداء وعلى مستوى الأجهزة الفنية وعلى مستوى السوق ويكسب اللي يكسب لأمور محسومة مصر حسومة للأهلي ومحسومة للزمالك فاليكسب يكسب هنسأقفله ونقضله برافو عليك لكن حد يطلع يقولك الحاكم اللي هيديني المباراة لازم يبقى أشعالي ضغوط أصل إحنا مش عارفها المباراة دات لو حصل فيه إيه هنعمل إيه أصل مش عارف ليه ليه دي مباراة بقيت أشبه بمباراة ودية بين الأهلي والزمالك فهي حد بيعمل كده في مباراة ودية ودية عشان ما ملهاش أهداف فأقل ليه فارحموا الناس أما كلم الناس اللي بتحاول تهيج الناس أو تصير أعصابهم ارحموهم سيبوهم يستمتعوا ودايما بقول الجملة دي دايما بقول الجملة دي كلنا في مصر وفي العالم الدنيا فيها ضغوط كبيرة وصعبة الكورة أو الرياضة هدفها أصلا أنها ترطب علينا ترطب علينا الأجواء تخلينا في موت كويس ليه بقى ناس تخلينا في الكورة موتنا مش كويس مش نقص أه ماشي أخوان كلوس سوري المدير الفني لنادي الزمالك ده بعيد بقى عن مباراة الأهلي والزمالك وافق بشكل رسمي على عودة يوسف أوباما إلى الفريق بعد انتهاء فترة أعارته بنادي الحزم أوباما هيعود لمران الزمالك خلال الفترة القليلة القادمة وهينتزم في تدريبات الفريق كمان الزمالك قرر عودة حمدي علاء للفريق مرة أخرى بعد انتهاء أعارته من فريق البنك أو مع فريق البنك الأهلي وحمد علاء من العيبة اللي كان طالبة أسوريو من بدر وشافه وأعجب به في الزمالك برضو حكاية أحمد فتوح طبعا سمعوا كل شوية كلام بتاع أحمد فتوح هينضم للنادي الأهلي أحمد فتوح خلص مع النادي الأهلي أحمد فتوح ممكن يطلع يحترف قبل النادي الأهلي أنا أحكي لك تفصيلة بسيطة في قصة أحمد فتوح سيبك بقى من قصة الأهلي دي أحمد فتوح نادي الزمالك بيتحرك طول الوقت أنه يجد التعاقد أحمد فتوح وأحمد فتوح ما عندهش مانع أنه يجد التعاقده مع نادي الزمالك أحمد فتوح طلب حاجة واحدة بس من مسؤولي نادي الزمالك تسويت مستحقاته القديمة الحصول على مستحقاته القديمة وبعد كده يقعد ويجد التعاقد مع نادي الزمالك وأعتقد الأمور دي هتخلص قبل بداية الموسم الجديد كمان في نفس الإطار الزمالك عايز يخلص من صداع تجديد عقد محمد صبح حارس الفريق محمد صبح عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم هو عايز برضو يجدد له عقده قبل بداية البطولة العربية هو شايفين أو نادي الزمالك شايف أنه محمد صبح أصبح الحارس الأساسي للفريق وزغير في السن فما فيش مجال الاستغناء عنه أو الصبر لنهاية عقده والرحيل عن الفريق كمان الزمالك بيدرس الاكتفاء بعودة المعارين فقط قبل البطولة العربية انتعارفين موضوع الكويد هيفتح امتى في الامتى هيحصل ايه فيه لغبطة كده في القصة دي فالزمالك شايف أنه يعتمد على المعارين اللي هيعودوا للفريق قبل البطولة العربية والصفقات الجديدة يحسمها نادي الزمالك بعد البطولة العربية اللي هتقام مع نهاية شهر السبع ده بالنسبة لنادي الزمالك بالنسبة لنادي الاهلي اخبار مهمة جدا تخص النادي الاهلي هقولها لك هما تلت اخبار تلت اخبار مهمين جدا اول اخبار كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي راح مران الفريق واقعد مع فيتوريا واقعد مع عفوا اقعد مع مرسل كورر واقعد مع اللاعبين والكلام كان شبه الكلام انا كنت اقوله من شوية مباراة الزمالك ده كلام الخطيب لللاعبين كابتن كبير كابتن محمود الخطيب لللاعبين مباراة الزمالك هي مباراة احتفالية بعد فوزنا بلقب الدوري الممتاز مش عايزين ننجرف مع اي شيء مش عايزين عصبية في الملعب مش عايزين اي ازمة مش عايزين اي مشكلة احنا كذبانين الدوري فاحنا مش محتاجين نحط نفسينا في موضع في اي مشكلة او اي ازمة دي مباراة تخص الكورر المصرية بشكل عام الكل بيشوفها فلازم نطلع كاهلي بشكل مشرف ده كلام الكابتن محمود الخطيب للعبي والجهاز الفني طيب مارس الكورر بعد الجلسة دي كان قاعد مع جهازه المعاون وكان بيتكلم معهم عن فكرة هل نبدأ نريح لعبين قبل مباراة الزمالك هل نشرك اللاعبين القوام الأساسي للفريق في مباراة الزمالك ولا نلعب بقوام مش أساسي قدام نادي الزمالك بعد حص ملقب الدوري توصلوا الاتفاق في الآخر مارس الكورر وجهازه المعاون بعد بعض الاختلافات أنهم هلعبوا بالقوام الأساسي في مباراة الزمالك وبعد كده هيتم إراحة بعض أو كثير من اللاعبين بعد مباراة الزمالك بالمناسبة بالنسبة كبيرة جدا بالنسبة كبيرة جدا مارس الكورر بعد مباراة الزمالك هياخد أجازته السنوية وهيسافر إلى بلاده وهيستكمل الموسم الكابتن سامي أمصان كمدير فني أو قائم بعمال المدير الفني فيما توقع من مباراة في الدوري هذا الموسم ده في أغلب الزن مارس الكورر طلب من إدارة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي يبدو أنها توافق على أجازة مارس الكورر بعد مباراة الزمالك بعد حسم كل هذه البطلات الحكاية الكبيرة والجديد في هذه الحكاية حكاية كل يوم حكاية إمام عشور إيه اللي بيحصل وقفين فين بص إمام عشور والأهلي خلصوا مع بعض كل حاجة ودي خلاص معلومة أنت حركة عرفتها إمام عشور والنادي الأهلي تعقدات وأوراق وفلوس ومستحقات واربع سنوات والكلام ده كله كل ده خلص خلص طيب هيا المشكلة فين أو مش المشكلة هو ليه ما تمش الإعلان عن هذه الصفقة حتى هذه اللحظة في تفصيلة أو تطور بسيط في الحكاية دي هو التطور بسيط بس ممكن بالنسبة للنادي الأهلي يبقى تطور كبير إيه التطور البسيط إنه ميت لند كان شاري إمام عشور من الزمالك بتلاتة مليون دولار والأهلي متوقع إنه ميت لند هيبيع إمام عشور بتلاتة مليون دولار أو أقل كمان بما إن اللحة ما بيشاركش مع الفريق والصفقة بالنسبة ل مت لند ما بقيتش مفيدة فالأهلي كان بيلعب في اثنين اثنين ونص ما كانش يبقى عنده منع أو إنه يدفع التلاتة مليون دولار مت لند انبالح بالليل قبلغ مسؤولي النادي الأهلي إنه هم عايزين في إمام عشور تلاتة ونص مليون دولار تلاتة ونص مليون دولار طيب إيه التطور ده ما أخد بالك برضو الأهلي كان فيه اتصالات قبل ما يبعت العروض الرسمية دي وكان عارف إنه تلاتة مليون كانوا هيبقوا بسطين مت لند اللي حصل أن هناك بعض الاتصالات من مصر حصلت من بعض الأشخاص لميت لند وقالوا لهم إنه الأهلي كده كده هياخد إمام عشور وفهم الكلام كده كده الأهلي مش هيتراجع عن صفقة إمام عشور فبدأوا زودوا أرقام والأهلي هيدفع عشان الصفقة أصبحت صفقة جماهرية الأهلي تفاجئ من ده خاصة إن مت لند مصر على تلاتة ونصف مليون دولار عرض النهائي تلاتة ونصف مليون دولار هيا الأهلي بقى هيدفع ولا لا الله وعلا اللي بيدور في النادي الأهلي إنه الناس الجماهير قطلوهم عن النادي الأهلي إنه دفع الرقم ده في إمام عشور أكبر كمال من الرقم اللي مت لند اشترى بيه اللاعب بس هي مفاوضات شغالة في كل الأحوال زي ما قلت لكم قبل كده بنسبة تسعين في المية إمام عشور هيبقى في النادي الأهلي العشرة في المية دايبا بسيبهم مفتوحين عشان أدام ما فيش توقيع رسمي بين الناديين أنا مقدرش أقول إن الصفقة انتهت رسمية بس أنا بحب أبقى لقيت جدا تسعين في المية وعشرة في المية للمفاجئات وعشرة في المية للمفاجئات ماشي حكم مباراة القمة مين بقى هيدي المباراة القمة؟ فيتور بريرا رئيس لاي الحكام بكرة هيحسم اسم حكم المباراة إن حاصرت الاختيارات بين اسمين إبراهيم نور الدين وأمين عمر كحكم ساحة وكابتن محمد عادل هو اللي هيبقى موجود في الفار يعني أمين عمر أو إبراهيم نور الدين دول اللي هيديروا أو أحدهم يعني هيدير مباراة القمة ميكالي بدي الفني البرازيلي المنتخب بمصر الأولمبي خد مكافئة الصعود للأولمبيات المكافئة كان بقى 120 ألف دولار راجل خد 120 ألف دولار مكافئة الصعود للأولمبيات اللي هي شهرين من المرتبة اللي هو 60 ألف دولار خد شهرين مكافئة 120 ألف دولار وده اللي منصوص عليه في العالم لو كان كسب بطولة أفراكا كمان لو كان كسب البطولة نفسها كان خد ثلاث شهور بس حلال عليك الشهرين وحلال علينا السعود للأولمبياد للمرة التانية على التوالي السوبر المصري تعارفين السوبر المصري اللي جاي كان فيه كلام إنه هيبقى بين أربع فرق بمسمى كأس النغبة السوبر المصري أربع فرق بمسمى كأس النغبة خلاص تأكد هذا الأمر والبطولة القادمة للسوبر هتبقى سمعها كأس النغبة وهيشارك فيها أربع فرق مصرية مين بقى الأربع فرق المصرية اللي هتشارك أول وثاني الدوري بطل كأس مصر وبطل كأس الرابط دول اللي هيشاركوا طيب لو فرضا أول وثاني الدوري أحدهما فاز بكأس مصر اللي هو مثلا الأهلي أو البيرامد فاز بكأس مصر مين اللي هيشارك هيشارك هنا تالت الدوري يبقى أول الدوري وثاني الدوري وتالت الدوري وبطل كأس الرابط طيب عشان كده بنت شوية قلتلك الزمالك وفيوتشر المنافسة دلوقتي بينهم المفروض تبقى كبيرة على المركز التالت والرابع عشان اللي هياخد التالت ممكن يلعب كأس السوبر القادمة او بطولة كأس النخبة القادمة مش السوبر مش انتوا عارفين طبعا كان في حقوبة على الزمالك فيما يخص السوبر فهاتبق اسمها كأس النخبة وطولة اخر ماشي بص بقى للخبر ده متتخضش عشان وضع خبر معتادي احنا عارفينه يعني بتقال طول الوقت يعني عدد من أندية القسمين الثاني والثالث اللي حضرت اجتماع اتحاد الكرة في الساعات الماضية طلبوا بايه يا ولاد طلبوا بحاجة مش مفاجأة خالص الغاء الهبوط من القسم الثاني والثالث والغاء دول المحترفين اللي هم نوين يعملون الموسم اللي جاي دي الأندية طلبة كده يعني والأندية دي اقترحت انه يقوم دول القسم الثاني الجديد من ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة عشرين نادي بدل ستاشر نادي يعني يلعبوا بالنظام القديم اللي هو ثلاث مجموعات وبدل ما يبقوا ستاشر يبقوا كمان عشرين يعني هم الناس بيدوروا على دول المحترفين عشان يقللوا ويخلوا في قوة وفي منافساته بتاع فالآن دي طلبت بعدم الهبوط يعني انت تبقى خسران فبعدما بتخسر وبتهبط تروح جاي لأتحاد الكرة تقولوا لأ لأ بص أنا جمعي لهم بايه بقى احنا كل سنة الخبر ده أنا طيبا بقوله من ساعة ما بدأت الشغلانة كل منادي يهبط سوابقى في الدولة الممتازة في دولة الدرجة الأولى في دولة الدرجة التانية التالتة هتلاقي الناس يقولك ايه ايه رأيكم ما نلغي الهبوط هاي نفس الاندية دي اللي هبطت تقولك ما نلغي الهبوط بقى يا جماعة السنة دي ويطلقهم لهم أسبابهم بقى يقولك أصلا أسباب اقتصادية ونطور ونعمل مش عارف ايه طيب انتوا بتنفسوا ليه يا جماعة اهو انت بعد ما بتخسر وبعد ما بتهبط وبعد ما بتفشل تقوله انا عايز ألغي الهبوط ايه بقى خلاص احنا مفهود نعدي المرحلة دي كبيرنا على الكلام ده انا مش مش بكلم على النادي بعينه بس مش كل شوية نعيش الجدل ده يقولك لا انا ما نغيتش الهبوط انا هنسحب وانا هعمل طيب وانت نافست دي من الاول اصلا نعدام انت مش عاجبك النظام نظام مسابقة فيها ناس فائزة بالبطولة وفيها ناس صعيدة وفيها ناس بتهبط مش منطق يعني ماشي نهاردة شبكة ناينتي من البريطانية قالت كلام مهم جدا فيما يخص ابراهيم عادل قالت ان ابراهيم عادل لعب فريق بيرامدز ومنتخان الاولمبي والمنتخب الاول دخل دائرة اهتمامات العديد من الاندية في الدولة الانجليزية بس بقى بس الحلاوة قالك نادي تشيلسي كان بيرائب ابراهيم عادل منذ فترة وشايف واحد من ابرز المواهب الافريقية والمصرية على الساحة خاصة بعد المستوى المبهر في البطولة الافريقية الاخيرة ده نادي تشيلسي واختياره افضل لاعب طبعا والشبكة نفسها ذكرت ان ابراهيم عادل عنده عروض من او مهتمية بيه اندية انجليزية اخرى زي نيوكاسل وبريتون وساوس هامتون واسلون فيلا واستهام وقالت كمان نفس الشبكة ان محمد صلاح كان رشح ابراهيم عادل ليه ليفربول قبل كده في الفترة اللي فاتت يا سلام والله يستاهل بريمية عادل يلعب في البريمية الليج ويقدر ويقدر يلعب في البريمية الليج واحد من الحراس الكبار واحد من الاسماء الكبيرة في حراسة المرمى في مصر واحد من اللاعبين اللي لعبوا فترة صعبة جدا جدا للنادي الاسماعيلي تحديدا هذا الموسم فترة صعبة صعبة الفترة الاخيرة المباريات الاخيرة للنادي الاسماعيلي وقدم مباريات كبيرة لكابتن الكبير كابتن احمد عادل عبد المنعم يا كابتن أحمد منور الدنيا وبهنيك على بقاء الإسماعيلي في الدولة الممتازة كابتن كريم ربنا يخليك أنا وصوط أن أنا معك في مداخلة طبعا يا حبيب أنا سعيد جدا بهنيك مرة أخرى موسم صعب جدا على الإسماعيلي وصعب على جميع الإسماعيلي بس الأهم في الآخر أن أنتوا قدرتوا يطبقوا في الدولة الممتازة طبعا يعني طبعا أنت حضاك عارف والناس كله عارف ظروف نادي الإسماعيلي صعبة جدا السنة دي كمان يعني كانت زيادة شوية في أمور كتيرة جدا أمور مادية وأمور فنية وعلى مستوى حتى رئاسة النادي كذا حد تغير على مدار الموسم فكان طبعا لا موسم صعب جدا طبعا على اللعيبة وعلى الجمهور والحمد لله طبعا الختام كان كويس والحمد لله نحن يعني قدرنا نريح الجمهور شوية قبل الموت الأخير طبعا طيب اللي خلي الإسماعيلي الموسم ده والموسم اللي قبله والموسم اللي قبله يبقى في الوضع ده كابتا محمد التراجل اللي عبت في النادي الأهلي نادي كبير وعظيم حققات بطولات كثيرة مع النادي الإسماعيلي انت رايح برضه أيضا لنادي كبير واسم كبير في تاريخ الكرة المصرية لما تبقى موجود في الإسماعيلي وانت متوقع كحارس كبير ولك اسمك ان الإسماعيلي رايح ينافس ورايح يبقى فريق قوي كالعكعاته يصارع على الهبوط ايه الوضع بالنسبة للإسماعيلي هل إسماعيلي هيستمر على هذا الوضع ولا ده كان وضع استثنائي بص والله انا مش هترك عليك هو الوضع صعب جدا في النادي طبعا ويعني ده مش كلامي ده 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 يعني ده الواضح طبعا وده المعلوم لكل الناس اه اه انا متهيقدي لو يعني لو ما كانش في حل سريع الفترة الجاية للنادي لقى هتبقى الظروف صعبة جدا طبعا لأ الظروف هتبقى صعبة لان النادي فيه السنة دي بالذات اه متهيقلي متهيقلي ممرش على النادي الإسماعيلي يعني على مدار سنينه كله في تاريخه صح لا السنة دي صعبة جدا حتى لو حضرتك بصيت على كم المديونيات اللي على النادي الإسماعيلي زي ما كابتن شيح مبارح قالنا سمعت خمسمائة خمسمائة مليون جنيه نصف مليار فمين هيتحمل ده موضوع صعب جدا انا اتمنى ان يبقى فيه حل سريع طبعا لان النادي إسماعيلي لدي كبير وعنده جمهور كبير فاتمنى ان الموضوع يبقى فيه حل لي طبعا صحيح انت مستمري مع الإسماعيلي عقدك مع الإسماعيلي حتى انت كنت رحكت لا انا عقد كده خلص مع النادي الإسماعيلي ده اخر سنة انا كنت ماضية سنتين واحة وعشلين وعشرين وعشلين اثنين وعشلين stim grande وده اخر سنة لأي مع نادA EL-Ismail وطبعا لسه يعني ما حدش عارف الدنيا فيها ايه طبعا وهو كان طبعا فيه ناس كابتان شيحة قبل ما يمشي كانت تكلم معاه لكن لربط طبعا هو ما فيش حد لسه موجود وفيه انتخابات فيعني الموضوع لسه يعني مش واضح شوية بالنسبية لنا حتى جوه الناتي طبعا الانتخابات لسه في شعري تمانية وبالتالي انت ممكن تاخد قرارك دلوقتي هتبقى او ترحل بالزبط بالزبط ان انا خلاص انا انا عقدي خلص دلوقتي واقدر ان انا قمضي في اي مكان طبعا بس طبعا انا 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 بالحد دلوقتي ما مضتش في حتة ولسه في مضتش الاتحاد فاحنا انا مرتزم لحد اخر يوم اللي هي في النادي الاسماعيلي وان شاء الله يعني اتمنى اتفاقل النادي ولي هي حتى في القرار ان شاء الله ربنا معك يا ابتنا احمد طيب بنت اكيد فرصة وانت معايا اكيد عايز تغني النادي الاهلي بالفوز بالدوري ويجميل النادي الاهلي اه طبعا بغني النادي الاهلي بالفوز بالطورة الدوري وطبعا سعيد جدا ببطولة افراق يلا خدوها ودايما النادي الاهلي مشرف القرى مصرية وتمنى أرجوع نادي الإسماعيلي على الطريق الصحيح نادي إسماعيلي نادي كبير وتمنى له إن شاء الله بإذن الله يرجع كبير للأول إن شاء الله إن شاء الله كابتن أحمد عبد الماني وحالس مرمى الإسماعيلي أم بشكرك شكرا جزيلا 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 أتمنى لك رب كل التوفيق في الفترة القادمة إدارة المسابعات برابط الأندية المصرية المحترفة تحت إشراف الكابتن عامل حسين طبعا قرارة إقاف ماتين أو عفوا 2451 مشجع من جماهير النادي الإسماعيلي مباراتين بسبب السباب الجماعي السباب الجماعي في مبارات الدرويش والداخلية أمس في الجولة 33 من عمر الدوري ويتم تطبيق هذه العقوبة في مباراتي الإسماعيلي والاتحاد بستاذ الإسماعيلي في الأسبوع الـ 34 وأيضا المباراة الأولى للإسماعيلي في الدوري الجديد ماشي بصراحة جماهير الإسماعيلي يعني إيه أكيد كل حاجة مرفوضة أكيد أي حاجة فيها تجاوزات مرفوضة من جماهير الإسماعيلي وغير جماهير الإسماعيلي بس بصراحة برضه أنا مشفك عليهم هذا الموسم يعني جدا جدا فيش جمهور في مصر تحمل ما تحمله جمهور الإسماعيلي على مدار هذا الموسم نهارده في الدوري كان فيه مباراة مصيرة جدا 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 بين سموحة وإمبي سموحة قدر يفوز 2-1 على إمبي صديق كلابة سجل اسموحة لهدف الأول في دقيقة خمسة وبعد كده أحمد أمين قفة سجل هدف التعادل لإمبي في دقيقة 16 مصطفى سعد ميسي لسه جاي من المنتخب الأولمبي أول مبارح ولعب اساسي النهارده سجل هدف الثاني وهدف الفوز بسموحة في دقيقة 42 ودي الأهداف أمام حضراتكم أهداف الفوز لمصطفى سعد زي ما قلت لكم اليوم النهارده يوم مارس الكولر محمد جمال هيتكلم كتير عن مارس الكولر هيتكلم كتير عن إنجازات مارس الكولر من أول 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 مغالبا مارس الكولر بدأ الكرة جي من النهارده محضر حاجات مهمة جدا بعد هذا الفاصل خليكم معنا منظمة الكونفشيس خاصة مصر بنأخذ المؤتمر السنوي ليها في مصر وده حاجة يعني مهمة جدا الحقيقة ناتج تتبعهم وشافوا قد إيه برامج ريادة الأعمال وبرامج ريعات الشباب اللي بتوليها الدولة المصرية على المستوى يعني وزارة الشباب ورياضة وعلى مستوى أيضا الدولة المصرية السكرتير عامل المنظمة ورئيس قطاع الفني لإعطاء المشروعات للدول الحقيقة ومعظم الدول على المستوى الأفريقي وعلى المستوى الغربي هم موجودين في هذا اللقاء الحقيقة فيه دعم المشروعات اللي احنا بنقوم بيها في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة والأفكار الشبابية احنا نحظة كمان يوم الخميس في البرنامج بلقاء دولة رئيس الوزراء مع المجموعة الخاصة به الخبراء والأمان العامل اللي هتولى أيضا أو هيتم تبادل الأراء عن تطوير المرتقيات القادمة لكن احنا في وزارة الشباب الحقيقة بنسعب شكل كبير جدا مش بس على المستوى المحلي ومستوى أداءنا كجزء من الحكومة المصرية لكن أيضا تعاونا مع كل الجهات الخارجية اللي ممكن نحن نتعاون معها لدعم أفكار الشباب وتدريب المرتبط به تقليل مشكلات البطالة والجانب الاقتصادية في ريادة الأعمال بالفكر وبالعمل وأيضا تبني بعض المشروعات اللي ممكن يكون فيه بداية العمل فيها أنا سعيدة جدا بالتواجد في مصر لتعزيز العلاقات بين الكونفجس ومصر علاقة من عشرين عاما من القدم سنشارك في تظاهرة الكونفجس كمنظم ومصر مستقرة وتساهم دائما في دعم الكونفجس لإعانة الشباب وأنا سعيدة جدا لأن مصر استدعتني الكونفجس من واجبها أن تدعم الشباب المصري وشباب الدول الأعضاء في الكونفجس أنا فخورة أن الكونفجس نموذج للتسامح وتقبل لاختلاف شباب كل الدول المشاركة سيحظى بدعم مادي مالي من الكونفجس وكلهم على قدم المساواة وإذا الشباب تتعاون مع منظمة الكونفجس من الزعام 2018 منظمة الكونفجس بتدي تمويل للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة منح مالية لا ترد بنسبة 75% من إجمال المشروع النهاردة اللجنة الفنية دي لجنة موجودة من منظمة الكونفجس من كل الدول الناطقة باللغة الفرنسية اللي هي قائمة على تمويل المشروعات الصغيرة من خلال برنامج التمويل هما اختاروا مصر لأهمية مصر برامج ريادة الأعمال للشباب وما تقدموا وزارة الشباب والرياضة لبرامج التمكيني الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال إحنا كوزاري الشباب والرياضة بنيدي برامج تدريب وتأهيل الشباب لريادة الأعمال وإن إزاي الشباب بيبقوا عندهم أفكار لمشروعات صغيرة بعدها الشباب بيتولد عندهم فكرة مشروعات أو بيبقى فيه شباب من غير ما ياخدوا برامج التدريب عندهم مشروعات صغيرة اللجنة الموجودة دي جاية تختار مشروعات صغيرة على مستوى الدول كلها كل الدول معدمها مشروعات واللجنة اخترت مصر انت عقد فيها لاختيار المشروعات ومصر معدمها 21 مشروع للشباب المصري يا عرب حضراتكم مرة أخرى زي ما قلت لكم في بداية الحلقة اليوم يوم مارس الكولر اليوم يوم وفي رقم عشرة نتحدث عنه نتكلم عنه ازاي يوصل لهذه الإنجازات السريعة جداً مع النادي الأهلي وزي ما قلت لكم قبل الفاصل محمد جمال محضر حاجات مهمة جداً عن مارس الكولر وبالتأكيد ضيف عزيز كالعادة الجيمي بنوّل الدول حبيبي يا كمت أخبرك ايه؟ مفسوط ان انا موجود معك كالعادة مفسوط ويقولوا مارس الكولر مش كويس عادي يعني اللي عايز يشوف مارس الكولر بصورته الحقيقية بصورته الحقيقية اللي فيها بعض الجوانب الناس ما تبعيتهاشهم على المكاسب والانتصارات لو بس بأهزل كل حد يفاكيني بأكيني لا احنا بأهزل هل عشا كنا بتركش ده كويس تاك اللي عايز يشوفه على حجمه الطبيع وهل الراجل نجاحه ده جيب الصدفة ولا مسيرة شخصية تكوين كولر هو طالب نجاح دايما بيسعى لنجاح كولر هو صانع مجد العديد من الفرق كولر هو اكتر شخصية انا تبعتها عن كسب كمدرب عمر منتد على نفسه قابلته عقبات كتير جدا 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 في خلال ما سرته حتى كلاعاد ضمن الحاجات اللي الناس بتعرفاش عن كولر ان كولر كمدرب هو مدرب متعود على الالقاب فهو يعي جيدا انه يبقى فرقة كبيرة بتدور على كل شيء الراجل متخدش الراجل مع جراسوبرز واخد سبع دوري سبع دوري خمسة كاس جراسوبرز جراسوبرز كلاعاد نتكلم على العديد من البطولات فالراجل عارف يعني ايه بطولة لك انت تتخيل انه مارسل كولر ده كريم ان اقلت لك في المقدمة انه عمل منتد على نفسه كتير اول حاجة تقالت لما جي مارسل كولر ده راجل بقى له سنتين ما بيدربش الناس ما دورتش ما سألتش وليه بقى له سنتين ما بيدربش الراجل كان عنده اصابات عديدة خلينا اقول لك ممكن الناس تستغرب اللي انا هقوله لك دلوقتي ده مارسل كولر في مسيرته كلاعب اللي استمرت من 17 ل 18 سنة جالوا 17 اصابة كبيرة جالوا اتنين وطر اكيدس وخلينا اقول لك مارسل كولر بدأ اللعب على المستوى الاحترافي في نهاية فترة السبعينات فترة التامنينيات بالكامل لحد موسم 95-96 فبكلمك على وقت الطب لم يكن فيه متطور بهذا الشكل اصابة واحدة من دول كانت تاك في اي لاعب ما عندوش ارادة وشخصية انه يرجع تاني انه مايرجعش جالوا 2 وطر اكيليس اصابة في الرباط الصريبي اصابة على صعيد القصبة او الشازية بكسر ارتجاج في الرأس مرتين كسر في الانف كل ماكلمك فيه ده مسير التراجل كل مرة كان بيرجع منها قوة من الاول فضل لحد ما كان قائد لجراس هوبر مارسل كولر كريم هو صنع مجد صنع مجد وصنع التاريخ دي مش اول محطة مارسل كولر في اول محطاته التدريبية هو بيدرب فريق في سويسرا فريق في شرق سويسرا فريق سغير سانت جالن فريق رجعوا تاني للوجهة اعادوا للحياة بعد قرن 96 سنة ما كانش يقدر ياخد الدور السويسري رجعهم هم في رأة ما كانش بتتجاوز التصويت الادوار الاولى لانه كان بيتلعب الدور السويسري في وقتها على مرحلتين عمرها ما كان بتتجاوز قدروا ان يقودهم في تجاربه التدريبية في بداية ما سرته سنة 2000 انهم ياخدوا الدور السويسري بعد 96 سنة فالراجل نجاحه لم يأتي بالصدفة الراجل حتى هذه اللحظة بيقولك هو صانع تاريخ الكرة النمسوية هو صانع النهضة في الكرة النمسوية مش قولك بقى لعبة كتير اكتشفها وعمل وسوها لكنني بقولك على ألقاب الراجل ده اكتسبها على مدار ما سرته الإصابات الكتير هي اللي عودته واحدة منهم في أثر حادث حصلوا فيه 2019 موسم 2019 2020 وخلاسها ببازل ففي 2020 الراجل اضطر انه يسيب التدريب لحد ما يتعافى من هذه الإصابة الراجل ده ما عادش في بيتهم لانهم دربوا ليل اوهم درب الراجل ده كل اللي انا بكلمك فيه ده مسيرة من النجاحات ومسيرة من تجاوز العقبات كل ده كانت مقدمات تهيئه لانه يكون على هذه الحالة يكون نجاحه مش اقول مضمون ما فيش ثوابت في الكورة لكن ككل المقدمات بتقول الراجل ده هيجي يعمل حاجة هيجي يقدم كتير مع النادي الاهلي النادي الاهلي من قبل مارسل كولر وبعد مارسل كولر سيظل كبير القوم في أفريقيا شاء من شاء وقابة من قابة وصاحب كل الأرقام سواء في أفريقيا أو على الصعيد المحلي لكن انه خلال هذه الحلقة هنتكلم على انه الراجل عمل تحولات في مسيرة ناس كتير لعيبة راحت من انها هتمشي من النادي الاهلي الى نجوم شباك مارسل كولر يا كريم النهاردة بيصارع انه يعمل رقم تاريخي بعد ما عمل اكتر من رقم تاريخي مارسل كولر النهاردة هو صاحب الريكورد الاعلى في موسم واحد من الكلين شيت على مدار تاريخ النادي الاهلي مارسل كولر واحطه ممين قصينة عشان الناس كتب تتكلم على النقطة دي كاس العلم للاندية لان مش هحطعه في حسابات اي مدرب انه قوله انت مكسبتش كاس العلم للاندية فدي تتحساب لك ان انت خدت بطوله ولا ما خدتش بطوله على صعيد كل البطولات المتاحة والممكنة لأول مرة في تاريخ النادي الاهلي في تاريخ اي مدرب في مصر في تاريخ اي مدرب في موسمو الاول يحاق العلمة كاملة خمس بطولات على خمسة الراجل ده كمان لازال بيصارع من اجل مزيد من الارقام القياسية وهو بيعمل تدوير خليني فجعك مفاجهة مفيش لعب باستثناء اي من اشرف وحطه ما بين قسلة انه سبيشال كيس لم يشترك هذا الموسم مع مارس الكولار ولا لعب الراجل استخدم لاعبيه بمنتقى الحرفية كل لعب كان بياخد عدد دقيق حسب حالته حسب الكواليتي حسب التجهيز حسب حكة الفريق حسب عدد اللاعبين في كل مركز طبقا للقياسات اللي الراجل اشتغل بها في اول الموسم الراجل الجيشة في لعب فين عشان يقدر يكمل الموسم عمل عملية التدوير بشكل ممتاز اراح لعبيه عمل قياسات في بداية كل موسم واكبر مثالين وهنا مش هدي الكريد بس المارس الكولار هديلي جهازه المعاون ساقتيزين اندريس اندويا المدرب الأحمال بتاع النادي الاهلي او حتى جامبريلي لما اجا اتكلم على الجزء الدفاعي لا اول مرة بشوف بيرسي تاو ما شاء الله عشان الناس تركش بنحسد ست شهور ست شهور متواصلة بلا اصابة ست شهور النادي الاهلي يا كريم الموسم الماضي عانى من اصابات عضلية الموسم الماضي فقط عانى من 42 اصابة عضلية الموسم الحالي الاصابات العضلية الطويلة في النادي الاهلي فقط سبعة سبع اصابات عضلية على كل هذا الكم من المباراة تحية كبيرة جدا لمارس الكولار تحية لجهازه المساعد تحية لجامبريلي لان الرقم الاخير اللي بيحارب عليه النادي الاهلي أو بالنسبة له هو رقم قياسي ولو قدر أنه يحافظ عليه أقل عدد من الأهداف استقبله النادي الأهلي في تاريخه بنفس عدد الفرق في الدوري بنفس عدد الفرق لأن فيه أوقات كانت نسخة دوري 20 فيه أوقات نسخة دوري 14 فيه أوقات نسخة دوري 12 لكن بنفس عدد الفرق 18 أقل رقم وكانت نسخة عظيمة في الدوري للنادي الأهلي كانت مع ريني فيلر بتمن أهداف الأهلي استقبل تمن أهداف حتى هدي اللحظة لو كانت فيها الأهل مستقبل سبعة فالأهلي في طريقه لو قدر أن يحافظ على الكلين شيت العظيمة اللي محققه مارسي الكولر واللي هنا هدي الكريدت فيه لجامبريلي المدرب المساعد اللي عنده سيفي طويل أو يمكن أن نتكلم عليه كتير لكن عشان الوقت جامبريلي هو المساهم بشكل كبير جدا في المنظومة الدفاعية القوية جدا بتاعت النادي الأهلي حتى حينه اللي ساهمت في النادي الأهلي ياخد كل هدي البطلات هذا الموسم تيزين أندرياس جاهز بالكامل كابتن سامي أمصان لكن هرجع وأقول الربان الحكيم بتاع المنظومة دي كلها هو مارسي الكولر يستقل كل اللي احنا بيقوله ده أكتر شوية حلو حلو قوي أشكرك حلوة والله شوف أني ساكت إزاي ومرضيت شعاطعك في أي لحظة من العظم أشكرك أشكرك مارسي الكولر اللي كنت بأتكلم عنه نهاردة في المقدمة الأهمية أو أهمية ما فعلوا مارسي الكولر هو التطور الكبير لمعظم اللعبين وانت قطر قبل الفصل عشان أرشار بينك يعني كل اللعبين مش بس طوى عظم اللعبين أنا بقول موانظم اللعبين يعني بس كل اللعبين فيه تطور ملحوظ واللعبين ما كانوش في الصورة يعني حسين الشحات محمد هاني كريم فؤاد كهرباء اللي كان بقاله سبع شهور ما بيلعبش كورة حمدي فتحي والتطور بهجوم العظيم عدد كبير من اللعبين اشتغل عليهم مارسي الكولر بشكل رائع جدا وطورهم ده على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي ويا رب ما يكونش جمهور النادي الأهلي يزعلوا مني وانا بتكلم النهاردة في المقبل او بعض من جميع النادي الأهلي انه انا مارسي الكولر بشوف له شكل فني قادر اقول لك والله شو بيدخر الجنحات ازاي جوا والبكات بتطلع ازاي ولعبت الوسط 8 بتخش تشارك ازاي وفي حاجة كده تبقى انت ملامح واضحة حفظها المارسي الكولر في الشكل الفني بتاع النادي الأهلي وقت موسماني راجي كان ناجح نجاح باهر مع النادي الأهلي بس ما كنتش بلمس شكل تكتيكي ممتع في النادي الأهلي زينا نلامسه دلوقتي مع مارسي الكولر فعلى المستوى الافراد تطور جدا وعلى المستوى الجماعي وتكتيكي تطور جدا وبشكل ملحوظ قبل ما اقول لك هو اضاف الكل لعيب على حدة وانا منطقي نموذج انا قلت هو اضاف للجميع لكن انا منطقي اكتر من نموذج هنتكلم عليهم تفصيلا لكن هنا يقول لك قائمة الشرف اللي عملت الموسم العظيم التاريخي لنادي الأهلي ما ينفعش يتقلع على الموسم ده ولا المدرب ده في موسمه الاول اقل من كلمة تاريخي فلازم اقول لك قائمة الشرف بتاع اكثر اللاعبين مشاركة اللي ساهموا في الانجاز التاريخي ده لانك بتقيسوا كل لعب اه ممكن اللاعب يبقى لعب قليل لكنه ساهموا فيه مثال جالينه في نهاية الحلقة لكن في نهاية الفقرة لكن خلينا اقول لك قائمة الشرف لانه اللعبة دي اللعبة دي اشتغلت فترات طويلة مع الرجل نظرة للجودة اللي قدموها نظرة للمردود اللي قدموه نظرة لشغل الرجل معهم اللي قتى ثماره فبالتالي الناس دي واجب ذكرهم مين اكتر خمس لاعبين ودي قائمة الشرف بتاع الموسم بالنسبة للنادي الاهلي اكتر خمس لاعبين كريم قدروا انهما يشتغلوا مع الرجل وخدوا اكبر عدد دقايق يمكن اكترهم طبعا بالطبع محمد الشناوي 4275 دقيقة علي معلول 3966 دقيقة محمد عبد المنعم 3554 دقيقة اليو ديانج 3527 ومحمد هاني المظلوم دائما 3306 دقيقة فانا بكلمك على اكتر خمس لاعبين اليو ديانج محمد عبد المنعم محمد الشناوي علي معلول ومحمد هاني خمس لاعبين ادروا اكريم انهم ينتزعوا ثقة الرجل لانهم اخدين اكبر عدد دقايق خلال الموسم الحالي محمد شناوي مثلا لعب مباريات الدوري بالكامل غيب شوية بسبب الاصابة في دوري ابطال افريقيا لكنه لعب مباريات الدوري بالكامل فانا بكلمك على دي قائمة الشرف كل اللاعبين طبعا يسعقوا كل الاشهادة لكن خمسة دول تحديدا هم اكتر ناس سهموا بحكم ان هم اكتر ناس اشتركوا خلينا اقول لك كمان قبل ما ندخل تفصيليا على لعب لعب مين اكتر لعبة صنعة اهداف لان في بعض اللعبة بيصل لك شوية او تغير او تذبذب في المستوى خلال الموسم فمهم انك تعرف في النهاية الصورة دايما الحاضرة هي الصورة الانية عند الجمهور اللعب ختم الموسم ازاي او دلوقتي هو عامل ازاي فخلينا اقول لك العناصر اللي سهمت بالتسجيل او بالصناعة كانوا مين وعملوا ايه وقدموا ايه اكتر لعب سجل مع مارسي الكولر منذ قدومه الى النادي الاهلي كان محمود عبد المنعم كهرباء 14 هدف محمد شريف 12 احمد عبد القادر عشر اهداف علم علوله بيرسي تاو لكل منهما تسعة اهداف فدول اكتر خمس لعبين سجلوا اهداف مع الراجل من وقت ما جاء انت بقى فصرها زي ما تفصرها شوف اللعب ده ساهم ولا ما ساهمش كان كويس ولا كان وحش اه في تذبذب لكن في النهاية دول الخمسة الخمسة اكتر خمس لعبين صنعوا ومرسي الكولر كريم علم علول بالطبع دايما عشر اللعب صانع وعلي معلول 16 هدف حسين الشحات 13 بعد كده مجدي افشا وبرسي تاو 6 لكل منهما محمد هاني وطهر محمد طهر خمس صناعات لكل منهما انا ليه ليه استعرضت القائمة دي تحديدا يا كريم استعرضت القائمة دي علشان ناس تعرف مين اللي ساهم في هذا الموسم التاريخي بشكل اكبر من مين لانه زي ما قلت القناعات بتختلف القراءة الفانية تقل للجماهير تختلف المردود نفسه تقييم عنده جمهور مختلف لكن هيا دي الارقام بتاعت الموسم حتى هذه اللحظة مع الكبير مارس الكولر ارقام عظيمة طور ازاي بقى على المستوى الفردي للعبين احنا بنتكلم في لعبين انا دايما بكرر الجملة دي الموسم اللي فات انا فاكل كاية الناس بتكتب على السوشيال ميديا اذا هو احسين الشحات عالدك بيعام حط اي لعب ناشي احسن عالدك غير حسين الشحات يعني حتى جمهور النادي الاهلي كان يتقزم من وجوه حسين الشحات عالدك حصر اصبح احد اهم اللي لم يكن اهم لعب النادي الاهلي في الفترة الاخيرة بيرس تاو ده الاهلي خد فيه مقلب والعيب جايب اصابات وفيه الناس سأله عنده اصابات مزمنة وفيكحة كلام كتير صحيح وانه ما بيحبش لعب في مصر ومش مبسوط وبعد ما مسلمان يمشي هون بقاش مبسوط اكتر والكلام اللي اسمعنا ده كله محمد هاني الجملة الشهيرة فاكرها الجملة الشهيرة بطل محمد هاني ولا اه طبعا ما زال لعب النشاء ما زال لعب النشاء وهو ما بيلعبش غير ما حتى انكسر عالم في كل سيزا صحيح وكسر بمونديال بس كريم فؤاد ده ده شكله لما بيع فيه لعب يمين ولا بيع فيه لعب شمال وكانوا جايبينه انه هو بيع فيه لعب يمين ويشمال وكانش بيلعب مع بيتسو ومو سمال صحيح كهرباء عشان بس افكر الناس كهرباء كان حتى قبل الاقاف ما كانش في اعلى فرمة مع النادي الاهلي انا بس افكرك عشان الناس ناسها دي وفترة الاحتراف كهرباء في فترة الاقاف او فترة الاحتراف ما كانش في افضل مستويات يعني منذ انضمامه للنادي الاهلي ما قدمش مستويات عظيمة اه كان لفترات بيقدم بعض المباريات بس كانش بيقدم مستويات عظيمة زي اللي بقدمها دلوقتي فتحول مش طبيعي في كل اللعبين ده طبعا غير حمد فتحي والأدوار المركبة العظيمة اللي عملها معنا هبتدي معك بحسين الشحات حسين مطالبات برحيله مطالبات وضغط دائم من الجماهير بأنه لم يقدم ما هو منتظر منه بعد ما كانت صفقة جماهيرية كبيرة جدا وقت انضمامه للنادي الأهلي حسين الشحات بيتحول للنسخة الأفضل منه النسخة الأصلية من حسين الشحات لم تحضر إلى النادي الأهلي إلا مع مارس الكولر شاقة من شاقة وأبى من أبى الأرقام بتقول كده الأداء بيقول كده المرضود بيقول كده لدرجة تخوف جماهير النادي الأهلي قالت شديد جدا وقت تجديد حسين الشحات من رحيل حسين الشحات على النادي الأهلي نفس الجماهير اللي كانت بتطالب برحيله في بداية الموسم فهنا إنت لما تيجي تتكلم على موقف شبه إجماع من الجماهير على ما يقدم من مرضود حتى لو كان الصعيد الرقمي يكاد يكون مقبول بالنسبة لحسين حسين مثلا الموسم الماضي ونستعرف بعض اللقطات اللي إحنا الأدوار الجديدة والأدوار الصناعة بتاعت حسين الشحات ودخوله القلب الملعب ورجوعه أنه يعمل التغطية العكسية والأدوار الدفاعية سواء ناحية الشمال مع علي معلول أو لما بدأ الموسم ناحية اليمين بعد أول ربع موسم مع النادي أهلي واللي بدأ كان كريم وطهر محمد طهر كريم فؤاد اللي هنتكلم عليه لاحقا كريم فؤاد تحديدا لكن الأدوار الجديدة والأدوار المهمة اللي بيعمل أحسين الشحات الواجبات الحلقة البدنية الممتازة بتاعت حسين الشحات وناس كتير كم بتتكلم على الحلقة البدنية يا كريم بتاعت حسين الشحات لما نجل نشوف المرضود اللي بقدرهم حسين الشحات على صعيد التسجيل أو على صعيد الصناعة أنت دلوقتي أنا جايب لك أهداف هيصنع حسين الشحات من ناحية اليمين هتلاقي بعدها على طول حسين الشحات حتى لما تنقل والتطويع بتعمار سلكولر بعد شوية في الفيديو هتلاقي الأهداف اللي صنعت حسين الشحات من ناحية الشمال والقدرة بتاعت حسين الشحات اللي زادت جدا جدا ده هدف من ضمن الأهداف اللي صنعت من ناحية الشمال القدرة في مباراة الترجل لكن لما تيجي تتكلم على القدرة البدنية بتاعت حسين الشحات اللي زادت جدا جدا حسين كان عنده مشكلة السنة اللي فاتتكت الناس بتتكلم من بعد الدياة 60 مش قادر انه يعمل اي واجبات لا دفعية ولا هجومية وما عندهش القدرة ان يكمل المباراة النهاردة بتتكلم على واحد من أهم الحلول اللي عند بارسل كولر حتى على صعيد مركز صناعة اللعب حتى على صعيد التسجيل على صعيد إنقاذك في المباريات الكبيرة حسين الشحات قدم موسم ولا أرواع عشرين إسهام من حسين الشحات الموسم الحالي على صعيد الصناعة وعلى صعيد التسجيل بشكل مباشر ده غير إسهامه في واجباته الدفاعية وفي صناعة اللعب وفي كرة زي اللي فاتت في مبارات فاركو كانت بري أسست من حسين الشحات الأدوار اللي قدر يقدم أحسين الشحات مع المنظومة والنسخة اللي عندها الكواليتي العالي اللي قدمه أحسين الشحات مع مارسي الكولر لم تحضر إلى النادي الأهلي من قبل لم يحضر النسخة الناس كان بتتكلم الأهلي معندوش جناحين النهاردة انت بتتكلم أن انت متطمن جدا في موسيقى من الانتقالات وهادي جدا عمال مركز على وسط الملعب لتعويض حمد فتحي ومركز المهاجم تحديدا وبديل العالي معلول آه ممكن تدعم الجناح لكن في النهاية انت بتتكلم على دعم كان دعم إجباري وضغط جماهيري لأنه ما كانش بلاقي الأجنحة اللي بتقدر تقدم له ده فبنتكلم على حسين الشحات وانا بتكلم على حسين بتكلم لتلاتين ثانية على بيرسيتاو والحالة العظيمة اللي عليها بيرسيتاو والمردود اللي بيقدمه بيرسيتاو لدرجة ان بيرسيتاو اللي كانت الجماهير بتطالب بتتخلص منه ودلوقتي في عروب بالمناسبة جاي لبيرسيتاو واحد منها شافها واحد منها رسم عرض خليجي وعرض انجليزي لبيرسيتاو العرض الخليجي والعرض الرسمي لبيرسيتاو من أجل استقدامه الرجل ما كانش عنده أي عروض الرجل ما كانش عنده أي إمكانية انه هو يساهم مع النادي الأهلي حتى خلال مواسم اللي فات تراغ من من يقود النادي الأهلي كان بلدياته جنوب أفريقي فهو الأجدر انا عايز اقول حاجة ان بيرسيتاو تخيل بيرسيتاو النسخة دي كان بتحط اسمه جمع اسم ميكي سوني بيرسيتاو كان بيتساوي مع ميكي سوني وهنا حطه بابين قسيم برضو عشان أمانة التطرح انه أنا بالنسبة لي كان بيرسيتاو كانت مشكلة الجمعير الأكتر معاه في الآخر الجمعير بتقايم مردود ومتفى معاك جدا المردود في الاتنين كانوا الاتنين شافين احيان دول الاتنين ما بيقدموش حاجة لكن كان الراشونال أو السبب كان بيرسيتاو كان للإصابات وحتى الإصابات بالنسبة لبيرسيتاو انسجامه مش قادر يتأقلم رغم انه كان بقاله سنتين مع اللاعبين ورغم ان اللي بيقود الفرقة في وقتها كان بلدياته يعني عارفه عارف طباعه عارف ثقافته عارفه وممكن يتعامل معاه زي واتدرب تحت ايده قبل كده في ساندونز لكن الامور كانت بعيدة وصعبة جدا الحالة اللي عليها بيرسيتاو النهاردة بتقولك ان الاهل عنده جناح في وجهة نظري في وجهة نظري الموسم الحالي بتكلم عن الموسم الحالي هو الجناح الأفضل داخل القرى الجناح الأفضل داخل القرى بلا شك كواليتي مختلفة مرضوض مختلف بيقود الفريق واخيرا اللي قلته في بداية الحلقة دور تيزين اندرياس ست شهور ما شاء الله ست شهور من 24 يناير تحديدا حتى هذه اللحظة بيرسيتاو بلا اصابات بيرسيتاو لم يستبعد من اي مباراة للنادي الاهلي بسبب الاصابة او اي كان اراحة او اي كان اجهاد لكن لم يستبعد في اي مباراة بسبب الاصابة في اجناحة الاهلي بخير حسين وحسين وتاو طبعا حمد فتحي الزكر اللي انقذ مارسل كولر وداله الحل البديل لان اقولك مين الحل الاساسي ومين الهدية اللي قدمها ابا مارسل كولر النادي الاهلي لكن حمد فتحي هو اللي انقذ مارسل كولر بمرونته التاكتيكية لكن يبقى في النهاية مين اللي شافه وشاف انه يقدر ينفذ الادوار دي ومين اللي خلاه ينفذ الادوار دي ومين اللي طوع امكاناته البدنية والفنية انه هو يدخل جول 18 ويعمل البنتريشن مين اللي خلق الأربعة تشانل اللي كل العبت الأهلي بتتدرب عليها سواء المجموعة الأساسية أو البديلة الأربعة تشانل واللي الخامسة اللي اضافت بوجود حمدي بنتكلم على القناتين اللي خلقهم عشان يكسر التكتلات الدفاعية مارسي الكولر وراء الأظهرة ما بين الظاهير وقلب الدفاع هذه أربعة وفي المنطقة بتاعة راسة الحربة اللي بقى بيستخدم دايما حمدي فيها في بعض المباريات واللي أحيانا كان بيوديه ناحية الشمال في القناة التانية بيوديهنا حيط الشمال في المسافة ما بين قلب الدفاع وما بين الظاهير ما تريد تتكلم من الاستعرض الأدوار بتاعة حمدي فتحي وهاتلي حمدي فتحي في أي وقت من الأوقات في المواسم السابقة باستثناء عشان يكون برضو محدد عشان ما هاتشي قولك لا كان بيعمل دائما باستثناء الكرات السابتة حمدي كان لي بعض الأدوار وبعد الزيازات في الكرات السابتة لكن دي تشانل من ضمن التشانلز اللي إحنا بنتكلم عليها يا كريم دور حمدي فتحي من إمتى حمدي فتحي كان بيتواجد في قد المنطقة؟ حمدي فتحي هنا موجود في قاني مركز موجود في مركز المهاجم هو مش موجود في أي مركز مش عامل زيادة هو موجود في مركز المهاجم تيجي تخوش هنا تلاقي حمدي فتحي هو اللعب اللي زايد مع الفرود والجناح هو دايما للعب التالي الراجل غير القناعات عند حمدي نفسه لأنه خلي بالك مفيش لعب هيقدي هذه الأدوار بتغيير البروفايل الرهيب والفرق الكبير جدا لما بين أدوار الدفاعية كانت موجودة وبالمناسبة كان بتقدر بشكل ممتاز مع بيت شمو سماني سواء لما استخدموا كاليبري أو في قلب وصة الملعب في مركز 6 حمدي فتحي دي بعض الكرات زي ما قلت لك الكرات السابق ريكت موجودة قبل كده فضل محافظ عليها مع مارس الكولر لكن تواجد حمدي فتحي يا كريم الموسم الحالي تحديدا في المناطق دي خلق حمدي فتحي لما تيجي تتكلم من حمدي فتحي بيتواجد جول 18 في أكتر من التشانيل خلقها الراجل والتطور التكتيك بص حمدي موجود فين حمدي هنا مسابق المهاجم حمدي مش بيشتغل مهاجم تاني مش بيعمل عملية الزيادة اللي هو معتادة أنا ممكن أخلي حالة اللعيب جيدة واللعيب وسط الملعب وخليه يشتغل في زون فورتين أو على حدود الثمنتاشر إن حمدي فتحي يشتغل كمهاجم صريح في أوقات كتير جدا إنه يعمل الزيادة ويمثل الحل لإنه كان عنده مشكلة كبيرة تحديداً في الكرات الرأسية تحديداً في الكثافة الهجومية مارسي الكولر وهنا أتمنى لو الفيديو جاهز أسمعك مارسي الكولر بيقولي يوم 28 ديسمبر بعد مباراة سيراميكا كوليباترا بيقولك أنا مش مقتنع بالمهاجمين اللي موجودين في النادي الأهلي يالله نعرضه على طول يالله نعرضه يالله بينا الصوت بقى يا جماعة يالله قال إيه طيب قبل ما يجي الصوت مارسي الكولر قال أنا ما عنديش قناعة بالمهاجمين أنا بلاعب المهاجم طبقاً لما يقدمه في التدريب بختار دا أو دا أو دا طبقاً لما يقدمه في التدريب والنسب والأهداف اللي المهاجم بيعملها في التدريب ما عنديش حلول تانية غير دا في التوقيت الحالي وأنا عندي مشكلة كبيرة جداً والتال يالله الصوت يالله ده أنا بشاهدي وشاهدي ماعملش ما تشويحيش خلق فرص كتير وصل لجوم كتير لكن ضايع جوان كتير في الآخر ما جابش جوان أنا ما بختار المهاجم اللي هيلعب بختاره على أساس التمرين ونسبة تهديف المهاجم ما بتحس بقال ممكن يلعب كويس وكل حاجة لكن في النهاية اللي بيفرق المهاجم عن التانية هو نسبة التهديف علياء قليلة وأنا بشوف في التمرين نسبة التهديف عاملة إزاي وأهل غاية دلوقتي ما فيش حد فيهم أقنعني للأسف حاولت لعب بيرسي تاو في المركز ده جاء جونين في مطشين وراء بعض وبدأت أحس أنه ممكن هو يحل لي المشكلة ولكن راح متصاب ما استسلمش يعني ده ما استسلمش رغم أنه كان في محاولات من مجد زارة النادي الأهل اللي كان محاولات في النهاية باقت بالفشل الراجل كامل الموسم ودخل على دوري أبطال أفريقيا وفي المراحل الحاسمة من التتويق بالدوري استمرارية فوزه استمرارية تسجيله وخلينا أقول لك لما الراجل مسجل 74 جول في 40 مباراة بعد هذا التطريح 74 جول في 40 مباراة معدل هدفين ومعدل ممتاز في أي فريق كبير أنك تحافظ على هذا المعدل بهذا كم من المباراة وأنت لا تمتلك رأس حربة حربة يردي تموحات المدير الفني المدير الفني اللي بدرب الفرقة لا يردي تموحات المهاجمين اللي موجودين حتى هذه اللحظة فلما الراجل يتغلب على هذه المشكلة اللي مش حد بيقوله عليها أو هو شايفها من بعيد ده هو اللي بيقول عليها وبيشور عليها بصبعه وبيصرح بيها في الإعلام بيقول أنا عندي مشكلة كبيرة في مركز المهاجم اللي المهاجمين ما بيترجموش الراجل لم يستسلم رغم أنه أصيب بصدمة في يناير أنه عدم التعاقد النادي الأهلي بعدما كان النادي الأهلي خلاص قابة قوسانا وقدم من التعاقد وبعدين مشكلة في الكشف الطبي فبالنهاية بيكمل موسمه بدون التعاقد مع مهاجم وتنزله الهدية اللي قدمها الجمهور النادي الأهلي محمول عبدالمنهم كهربا اللي هنتكلم عليه تفصليا دلوقتي محمول عبدالمنهم كهربا اللي جاي من فترة غياب سبع شهور اللي كان آخر مباراة لعبة هم 19-5 وبيلعب في الدوري التركي مع تاي سبور وأنه لما ييجي محمول عبدالمنهم كهربا من بعيد ست شهور يا كريم ست شهور ويبقى المهاجم الأول للنادي الأهلي وهو من إمتى محمول عبدالمنهم كهربا أنا عايز حد يفتكر لمحمود عبد الماني المكهربة باستثناء مباراة المنتخب الشهيرة أمام المغرب لما سجل جول فوز للمنتخب المصر أمام المنتخب المغربي إمتى لعب محمود عبد الماني المكهربة كمهاجم؟ عمره ما لعب كمهاجم لما أنا جيب بقى لعيب ما بيلعبش بقاله سبع شهور وغير مركزه واطلب منه أنه يلعب مهاجم وإيه المحصلة؟ محصلة بالنسبة لي هي محصلة إعجازية لمحمود عبد الماني المكهربة مع الرجل ده بتكلم على 14 جول هو المسجل الأعلى مع مرسي الكولر فأدي أمن الموسم كريم؟ في 1400 دقيقة في 6 شهور أقل من 6 شهور كهربة لعب دياتا من يناير فلما أتكلم على لعيب لعب 6 شهور مع مرسي الكولر جاب 14 جول 14 جول 6 شهور مش كل المباراة يعني بقولك 1400 دقيقة ده معدل قليل لما تشيجي تشيب محمد شناوي لعب في الموسم كام 4000 دقيقة وي ده اللعيب للعب معظم المباراة فاقم أنه غاب عن بعض المباراة بترويط أفريقيا فلما أقولك 1400 عشان أستنسب بس يا إيه 1400 1400 دول أنا بقولك أن محمد شناوي أكتر لعب لعب أكتر من 4000 دقيقة فب 1400 دقيقة بس يعني تقريباً إيه التلت قرب التلت العدد المباراة لعبها محمد الشناوي كعدد دقيقة عشان تقولي أنت بتقارن ليه مهاجم بحرس مرمى فلما تيجي تقارن الاتنين ببعض وتلاقي أن العيب ده لعب أقل من تلت مباراة الموسم أقل لأن الشناوي ملعبشوا مباراة كاملة أقل من التلت وفي نص موسم في نص موسم مش كل المباراة بيسجل 14 جول هو النادي الأهلي لما هيروح يتعاقد مع مهاجم كان هيجيب مهاجم في ناير كان عايز يجيب له كم جول نفس المعدل من إمتى في مهاجم بيجي الكرة المصرية بيسجل أكتر من 28 جول لو أتكلم عن الموسم كامل 14 و14 يعني مين مهاجم بيجي نسجل 28 جول هدفني الدوري بقالنا فترة طويلة جدا بنتكلم في 16-17 طول الوقت عازت كريم شوان كريم فؤاد لشان الناس نسيته بس كريم فؤاد ربنا إيش فيه يعني إن شاء الله يرجع بسرعة كريم فؤاد بالنسبالي هي كانت باكورة أعمال مارسي الكولر كريم فؤاد أول علامة حطها مارسي الكولر قال يا جماعة أنا مش جاي أشتغل على اللي موجود أنا مش جاي أكل عايش بالبلدي نجمة من نجوم الموسم بيرسيته اللي قلنا نجمة من نجوم الموسم الرجل لما جاءوا لأ إن هم لسه مش جاهزين إنهم يقدموا له الأفكار دي الرجل استعام بكريم فؤاد كريم فؤاد فؤاد لعب لعب الموسم الحالي 600 وي دقيقة يعني بنتكلم في عدد مباريات بستة لسبع مباريات ده لكل اللي لعبه كريم فؤاد كريم فؤاد لما يسجل ويساهم فيه سبع أهداف أربع أهداف وتلاتة أسست الموسم الحالي فين يا كريم فين في 600 دقيقة في سبع مباريات الرجل بيبتدي الموسم حل جديد الناس كان بتتكلم إن كريم فؤاد هو ما عندهش قدرات دفاعية كبيرة وإحنا عندنا أجنحة فيرحل كريم فؤاد أو يتواجه كبديل العلي معلول وربنا يساهم يلعب في البكليفت زي ما كان كابتر حين مطولان بيلعبه ففي النهاية إنت بتنقل لعيب من خارج الصورة لعيب سيرحل عن النادي الأهلي لنجم شباك من أول مباراة في الموسم بتتكلم إن كريم فؤاد جابه مرسل كولر قال له تعالى إنه هوديك منتخب مصر قال له أنت عندك إمكانيات لو التزمت وكلمنا على التزام كريم فؤاد كتير شافع الله وعفاها وقريب جدا بإذن الله من العودة يعني كريم فؤاد في 600 دقيقة قدر إنه يكون نجم شباك الدوري كله مع الرجل ده فيما فيش ده بعد فترة الإعداد مباشرة كريم فؤاد وقلت قلنا كلام ده في حينه عشان الآن بس أحيانا بتنسى قلنا إنه نجم الشباك الأول في الكرة المصرية في التوقيت ده كان كريم فؤاد جبت لعيد من بره خالص وصلته مش النور جيد ولا بيقدي بشكل جيد لقيت وصلته إنه كان نجم الشباك بتاع الفرقة هو اللي بيسجل هو اللي بيصنع وكان أهمهم طبعا وعشرهم الهدف الثاني في مباراة السوبر اللي قضى على أمال الزمالك في أول بطولة لمارسي الكولر فهو أسهم في أول بطولة أسهم في تصدر الأهل الدوري في بداية الموسم طبعا كريم فؤاد بقى كرة أعماله لكنها الأبرز والأقوى لأن كانت القناعات لسه محدش كون قناعات عن مارسي الكولر فهو حط أول بصمة بشكل كريم فؤاد والبروفايل وحالة التطور اللي كان عليها كريم لك أقول أخلى الحمد لله كده قدلنا بكل الأقوى خلاص كده كل حل جيم انت كالعادة مشرف وكالعادة يعني بتفيدنا وكالعادة رائع جدا أشكرك شكرا أشكرك شكرا أشكرك شكرا لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل أحمد الهواري ومحمد جمال كثير من الكواليس المهمة خليكم معا كواليس خطيرة خطيرة وحلوة جدا ومهمة جدا وأكيد أكيد يعني هتلاقيها مؤكدة بنسبة 100% ليه بنسبة 100% عشان اللي هيقولوها ناس مصادرها وكلامهم بيبقى صحيح غالبا 100% أصدقائي العزاء أحمد الهواري ومحمد جمال يوفي هذه الفقرة فيها كثير من الكواليس المهمة زي ما قلت لحضراتكم هواري منور الدنيا كالعادة ده نورك يا كريم مبسوط أني معاك في لقاءنا الأسبوع يعني والمرة دي بقى محمد جمال منورنا جيمي منور الدنيا سعيد جدا أنت موجود معايا الأول نورك يا كريم والله أنا مبسوط دايما معاك ومبسوط طبعا بهواري طب إمام عشور كل الكومنتز كده إمام عشور إمام عشور شفت سهل أول سؤال إمام عشور عشان بس هتلاقي الناس قاعد للوقت مستنية فكريم ما سهلش إمام عشور إمام عشور ما هو كيفه الوضع بالنسبة له حتى الآن الحلقة اللي فات كريم كانت يوم الاتنين تنة سبعة قلت لك بالنص كده عنوانة كريم الأهل توصل الاتفاق مع إمام عشور ده كان كلامنا الأسبوع اللي فات قبل ما دنيا تسخن على إمام عشور والنقمام وقصة كانت كل رايح وانا هعترف ان انا قلت لك انه خلصان مع البرامدز وكانت معلومة صحيحة لا وكان كلامي وقتها انه فعلا البرامدز هو اللي كان جاهز بالكاش الزبط انت لسه كنت أكمل لك ان وقتها فعلا البرامدز كان بيتحرق بجدية ولكن خلال الأيام الأخيرة يعني حصلت حركات كده غيرت الكفة شوية صباح النادي الأهلي بناء على رغبة اللاعب رغبة اللاعب هي كانت أهلي أو زمالك هو شايف ان هو عايز يلعب في فريق جماهي فكرة الانتقال من الزمالك البرامدز أو من الاهلي البرامدز هو ما كانش حابب ان هو ياخد الخطوة اللي خدها نجوم قسر قبله يعني ففضل خطوة الانتقال للأهلي ده كنا اتكلمنا فيه الأسبوع اللي فاتي الكل خلاص قالك إمام عشور لعبا في النادي الأهلي لكن خلينا أكد لك يا كريم أنه لسه مازال فيه خلاف على انتقال إمام عشور لند الأهلي الخلاف بيتمثل في إيه هو اتفاق النادي الأهلي مع متلند لحد دلوقتي ما حصلش اتفاق ما بين الأهلي وما بين متلند على الرقم اللي هيدفع متلند كان دافع 3 مليون دولار في انتقال إمام عشور من الزمالك لمتلند فالنادي الدنماركي ببساطة جدا عايز على الأقل يبقى عنده نسبة ربح نسبة الربح دي حوالي من 350 ل 500 يعني النسبة انبالح بالليل مثل انطلب من النادي الأهلي 3.5 زي ما انت قلت النادي الأهلي مش عايز يوصل لل 3 مليون هو النادي الأهلي شايف أن أنا عايز إلا عن 3 مليون برضو عشان في نفس الوقت أبقى أنا فصت بالصفقة وفي نفس الوقت فصت في الديل أن أنا جبت لعب برقم أقل من اللي هو أصلاً طلع به ففي نفس الوقت يبقى أنا حققت انتصارين لسه نقطة الخلاف دي هي اللي عاملة أزمة من الناحية التانية نادي الزمالك لأن الزمالك طرف رئيسي برضو في التفاوض لأن الناس بتسأل لأن إمام كان لقياه بسابق في نهاية الزمالك هقول لك معلومتين خرج النهاردة كابتنى احمد حسان ميدو وعضو اللجنة الفنية في نهاية الزمالك أو يعني نجم الزمالك السابق لأن اللجنة الفنية في نهاية الزمالك كيل أنها خلاص تركت مهم عملها بس هي تركت مهم عملها بالشكل الرسمي لكن بالشكل الفعل هي شغالة بص اللي أنا عارفه سريعا في القصة دي هي أصلا يعني مالحاش دور قوي وهو دور أمير وميدو هما اللي بتحركوا في قصة يعني هما هي دي اللجنة الفنية فدي قدرت الكرة أو اللجنة الفنية إن كانوا منسمى فقصة الزمالك النهاردة ومبارح حصل كلام مع إمام عشور من إمام عشور لناس زمالكوية نجوم سبقين في نهاية زمالك والنهاردة في مسؤول زمالكوي سابق تواصل مع إمام عشور في محاولة لإقناعه بأنه هو يتراجع عن الانضمام للنادي الأهلي وينضم لنادي الزمالك لسه قصة شوية كريم الأهلي لو حسم اتفاقه هل هيخلص انت متفاجئني دلوقتي دلوقتي الزمالك لسه في الصورة بالنسبة ضعيفة جدا بالنسبة ضعيفة برضو بنسبة ضعيفة جدا مين المسؤول؟ مش حابب أذكر اسمه عشان بس ما يدخلش في جدل كبير والناس رجل أعمال كبير في مسؤول كبير جدا كلم إمام عشور مش سارك على اسمه رجل أعمال كبير كان موجود في اللجنة المعينة للأخيرة كان واحد من اللي بيدروني زمالك آه في فترة سابقة حلولة شوف برضو مش وراه هوال أنا وش سيوه جيم رأيك ايه في الموضوع أمام عشور بصلا كريم قصة النهاد الألي بيخلص في أمام عشور دي حقيقة خلاص هو في رغبة كاملة من جوا إدارة النهاد الألي ويهيه كمان الجهاز الفني بيكاد الكولر على وجود بديل لحمد فتح اللي رحل وأكيد مفيش أفضل من لاعيب عنده 25 سنة لاعيب عنده كل الحلول اللي احنا شفناها صمع الزمالك أو أي نادي حتى لاعيب فيه قبل كده أو بنخسر لعيب ممكن يكون كان يبقى محترف يبقى عنده مسيرة كويسة لو لعيب عنده القدرة في الاحتراف كان هيبقى شيمه فيه جدا لم يتخل مصر لكن يظل يعني إمام عشور هو الهدف الأول والرئيسي للنادي الآلي كلال للمريكاته الحالي يمكن الخلاف دلوقتي مع ميتلند مش بس فيه الرقم اللي هيدفع يمكن نادي الآلي أقصى رقم هيدفعه في الصفقة لحد اللحظة الوكيناتك فيه هو 2800 ونادي الآلي محدد 2800 وبيتكلم في أن هو يسددها على 3 أساط فمتلا ممكن توافع لقصة 2800 ممكن تزيد لـ 3 مليون ولكن يدفع على إستين يعني يدفع على إستين بشكل سريع جدا والنادي الآلي ياخد إمام عشور أنا بشوف أن القصة طالما بتلعب في 200 و300 ألف دولار أعتقد القصة تقلص بشكل سريع جدا للنادي الآلي للنادي الآلي عنده الرغبة كاملة بعد كمان اللي شفناه الفترة الحالية وأن كل طالع يعني التقرير اللي كارجة بالنادي الآلي أن إمام خلص في النادي الآلي وأن إمام خلاص موجود كلاعب فيه النادي الآلي لمسم الجديد أعتقد بيبقى صعب جدا أنك أنت تخسر الصفقة بعد كل الكلام ده وتروح لنادي آخر يمكن الكلام كله اللي كان تلع على بيراميدزو وعلى نادي الزمالك في الأول كان صح ولكن بعد كده كان اللعب خلاص من بدري حسم أموره وأنه هو شايف أنه هو ممكن يلعب في النادي الآلي وأنه خلاص إدى الموافقة خلاص لمسؤول النادي الآلي أنه ما يتحركوا ليه التعاقد بقى فأنا بشوف أنه هيبقى صفقة أكيد لما هنتكلم فإنها رابحة جدا للنادي الآلي ولكن أكيد صفقة هتكلف النادي الآلي فلوس كتير ولكن هو لعيب بالنسبة لسنه بالنسبة لأنه أساسي في منتخب مصر أعتقد النادي الآلي مش هيدفع أقل من اللي دفعه فريق ميتلند فيه إمام عشان يتعاقده معاه فبشوف أنها صفقة أكيد لك هبقى المقاييس هل قال إمام عشور بديل لمحمد ريدا بوبو ولا إمام عشور ومحمد ريدا بوبو في الآلي السنة الجاية بص يا كريم الموضوع ده فيه انقسام جوه لجنة الكورة بالنادي الآلي يمكن فيه ناس شايفة أن خلاص طالما فيه إمام عشوره بالرقم الكبير ده فإحنا مش يعني مش شايفين أنه ممكن ندفع رقم برضه ممكن يوصل لـ 25 مليون في محمد ريدا بوبو ولكن فيه رغبة برضه من مرسيل كولر أنه هو يتعاقد مع بوبو بوبو لعيب مبشر لعيب بالنسبة له أساسي فيه فيوتشر بقاله كذا سنة كمان موجود في منتخب مصر يبدأ أن نضمه مع روي فيتوريا فأنا ليه أفرّت في العيب موجود وفي الصورة بشكل كبير جدا بالنسبة لمنتخب مصر الأول أفرّت فيه أن أنا ما أتعاقدش معه فقصة الانقسام ده يمكن بيتميل شوية للتعاقد معه مش تجميده يعني فيه كلام تلاع على أن تجميد صفقة بوبو أنا بقولك لا بوبو لسه في الحسابات وأنا توصلت مع مصادر كتير قبل ما أكون معاك النهاردة لا أكد لي أن لسه في كلام مع بوبو ويمكن بوبو من العيبة اللي كانت واضحة جدا يمكن بوبو كان مدي رغبته فيه الانتقال لنادي الألم من فترة كبيرة جدا يمكن بقاله سنة في قصة المفاوضات دي بتروحه تيجي طبعا في زل رفض فيوتشر ولكن فيه معلومة عاوزة أقول لك النهاردة أن فيه نادي في الدورة المصري بيفكر في بوبو وبيفكر في عرض كبير اللي يتعاقد مع بوبو هو البنك الأهلي البنك الأهلي بيفكر في بوبو بشكل جدي جدا وأنه هو شايف أنه لو ما راحش النادي الأهلي أنه هم ممكن يتقله في انفاوضات مع فريف يوتشر لتعاقد معه في زل الصفقات اللي هم هيجيبوها خلال الفترة الجاية ولكن أنا بقول لك الصفقة ما تجمدتش في النادي الأهلي النادي الأهلي حابب أنه هو يتعاقد مع بوبو خلال الفترة الجاية تماما نحن نستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل كواليس أيضا مهمة من هواري وجيمي يعلم بحضراتكم مرة أخرى طيب هوالي السؤال الجاي مصطفى فاتحي في البيرامدز نكمل مع البيرامدز ولا مع الأهلي الحمد لله أنه مش ما معشور تخلي حديث تولى وعم ما معشور في الوسط الرجل مصطفى فاتحي كريم خلينا أجزم لك كده 90% ما فيش أهلي في القصة أنا اللي أنا أعرفه أن التعاون بيزايد في القصة وبيحاول يسخن الأندية المصرية عشان يحاول يحقق أكبر عائد التعاون عنده علم كبير جدا أن مصطفى فاتحي لن يصبح لعب في التعاون السنة الجاية حتى وهم عندهم عقد ويمتلكوا عقد اللعب اللعب مش هيسافر ينضم لما أسكر التعاون السعودي في هولندا فالنادي بيشوف الحل الأبسط والأمثل أنه هما يبيعوا مع شهور فبيحاولوا يفتحوا عليه المزاد إلا نعرفه أنه ممكن يكون فيه اهتمام من النادي الأهلي ولكن لم يرتاقل مخاطبات رسمية الأستاذ سليمان الفات تمام المتحدث الرسمي باسم نادي التعاون لأحد أصدقائي على الواتساب زملائنا يعني في البرنامج سأله نص هل يوجد أي عروض من أي نادي مصري فرد عليه وقال له عارضين قال له اتنين من مصر قال له أيوة الأهلي والبيرامدز واثنين من الأمارات يعني الأهلي عرض على التعاون أنه ياخد مستوى فاتح هل بقى العرض كان جدي هل العرض فيه متابعة ولا لأ بس الأهلي عرض على التعاون آه عرض على التعاون عشان بس النقطة في إيه أنه الكلام دلوقتي كمان في نفي أنه الأهلي ما دخلش في الصفقة أصلا الأهلي عرض على التعاون يا أخو مصطفى فاتح كمّل بقى في القصة دي ولا ما كمّلش يمكن يكون يعني مفوضات شفائية كده اهتمام زي ما أنا بقولك اهتمام لكن أنا بقولك مش مكتبات رسمية يعني فيش خطاب رسمي من راح للتعاون من النادي الأهلي أنا عايز مصطفى فاتح وده اللي يعني اللاعب تم استطلاع رأيه هتحب ترجع الزمالك قال لا أنا مبسوط في بيرامز الأمور في بيرامز يا كريم مستقرة الدنيا أفضل نادي مستقرة ماديا أمور مليئة جاية ده ما فيها لبوت لا فيش ما فيش أجواء سعيدة جدا فشايفين أنه الأمور بالنسبة لهم أفضل خلاص مصطفى الأمور خلال اليومين تلاتة الجيين دول ممكن بيرامز كمان يعلن عن استمرار مصطفى فاتح وتفعيل باند الشراء ومصطفى مكمل الموسم الجاي في بيرامز دي قصة مصطفى سريع حلو ده مصطفى فاتح سؤال اللي جاي مين أو موضوع درع الدوري ده حكاية يعني درع الدوري الأهلي النهاردة الرابطة قالت أنه هيتم استنامه في مباراة حرص الحدود يوم 19 إيش معنى مباراة حرص الحدود يوم 19 مش آخر مباراة في الدوري وليه مش في مباراة الزمالي في القدم مسكري يمكن الموضوع ده شغل الجماهير خاصة بين النادي الآلي خلاله من اللي فاته يمكن النادي هيتسلم الدوري قدام نادي الزمالي ولا لأه وعلى فكرة كان فيه يعني بعض كده الحديث ما بين مسؤولين في النادي الآلي وبين مسؤولين الرابطة على تسليمه في مباراة الزمالي يمكن النهاردة أنا توصلت مع مصادر قبل حتى الإعلان من جانب ربطة الأندية وأكدوا لي أن تسليم الدرع الدوري يكون في مباراة للنادي الآلي هي آخر مباراة مباراة حرص حدود دي آخر مباراة للنادي الآلي على ملعب هو النادي الآلي عاوز تحتفل بمباراة من تنظيمه هو على ملعبه بمسابعة الدوري أو بدرع الدوري ويمكن ده آخر موسم هنشوف فيه درع الدوري القديم قبل طبعاً الدرع الدوري الجديد وبعد كده مباراة بيرامدس ثم مباراة المصري المباراةين خارج يعني خارج تنظيم النادي الآلي أو خارج ملعب النادي الآلي سواء المباراة الأولى قدام بيرامدز هتكون في الدفاع الجوي أو حتى مباراة المصر يكون في برج العرب دي قصة باختصار دراء الدوري موجود خلاص يعني رابطة الأندية خلاص بتستلمه والمنادي الزمالك وخلاص الموضوع يمكن انتهى النهاردة بشكل سريع والبيان ده اعتقد قفل كل حاجة وقفل اكتهادات كتير جدا كانت ممكن تطنى لحد مباراة القمة يوم الخميس بس انا عايز اعلق في جزئية بخصوص مصطفى فاتح يمكن مصطفى فاتح انا كنت تواصلت مع الناس في التعاون ومصادر في التعاون واكدول ان النادي الآلي يقدم عرض رسمي والعرض ده ممكن يوصل لتسعمائة الف دولار للتعاقد مع مصطفى فاتح ويمكن خلينا متفقين ان التعاون حابب انه برضو يعلي سعر في مصطفى ويعلي ويخلي سعره بس فيه بند شراء فعال لبيرامدز بمليون بس اللعب لحد دلوقتي ماوقعش فهو اللعب ما قالش اهو لو قال خلاص خلاص انت هتجدد بشكل تلقائي بيرامدز هتتكلم مع التعاون بيرامدز هتخلص يعني خليم انت فيين بيرامدز تلعب السنة الجاية في دورة ابطالة افريقية ومصطفى من ابرز العناصر بصراحة لأفادت فريق بيرامدز فيمكن اه مصطفى الفترة اللي فاتت الناس كتير قوة تلعت انه موقفه زي امام وانه اللعب مرحب بشكل جميل جدا بنادر علي لا اللعب لسه محسمش اموره يمكن الاقرب انا زي هواري بيقولك الاقرب هو بيرامدز الاقرب هو التفكير انه هو انا مستقر انا مكمل دورة ابطالة افريقيا السنة الجاية مش حابب خلاص بقى اخد ولا تجربة بقى جماهرية وضغطات الفترة دي ماشى معا بشكل كويس انضمت لمنطقة بمصر فيتوريا بيقعد يقول لي انت في مركز مهم جدا بالنسبة لي بديل محمد صلاح فانت متواجد معايا فاعتقد ان المصطفى خلاص الاقرب بالنسبة له انه هو يكمل في بيرامدز عظيم جدا ومن نسبة بيرامدز في لعيبة في بيرامدز الزمالك حرقت عينه عليهم في بيرامدز مصر كلها حطى عائدة على لعيبة في بيرامدز اكيد طبعا اه الزمالك متم باكتر من لعيب لكن في قصة صفقات الزمالك ده كريم خليني بس ان اتطرق لقصة ازمة الكويت دي كويت طبعا اه الزمالك هتحرك فيها ازاي عشان برضو نطمي الناس هي قصة شبه منتهية وبرضو عشان اكد اتحاده كورابعة استفسار للفيفا يفهم هل لو الزمالك سدد الكويت يطرفع ولا لا الزمالك بيمتلك او ما قيله لي يعني ان هما متأكدين من قصة ان هما اول ما يدفعوا الكويت يطرفع الزمالك بدي تحرك ازاي فيه فلوس جاي للزمالك يا كريم من الاتحاده الافريكي ومن مشاركة من حكتين مشاركة سيف الجزيري مع منتخب تونس في كاس العالم ومشاركة زمالك في دورة ابطال افريكيا طبعا الناس كانت عارفة وانت عارف ان الاندية اللي وسطة لدور المجموعات بتاخد مكافأة بتلتمة خمسين الف دولار المبلغ حوالي سبعمائة الف دولار مكافأة كاس العالم ودورة ابطال افريكيا سبعمائة الف دولار دول زمالك ده نص الغرامة وزمالك هيكمل النص التاني ويسدد ويحصم القصة بيراميز لحد دلوقتي ما تقدرش تقول ان فيه لعيبة زمالك حاطة تعينه عليه او دخل معاه في المفاوضات بشكل جد جدا لكن ابرز اسمه هو بخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف عقده بينتهي بنهاية الموسم الحالي لعيب في ريم فالصفقة سهلة هي مجرد الاتفاق مع اللعب مش هدخل في المفاوضات مع البراميز والتدعيم كويس قبل البطولة العربية سواء زمالك قدر ينهي الصفقة او لا قبل بطولة العربية لكن واحد من ابرز صفقات الزمالك او لعيب الزمالك مهتم بي هو فخر الدين بن يوسف فخر الدين بن يوسف من اللعيبة المهمة جدا فيها لوان كنت كتبولي يا جيمي يخص حكم مبارات الكم ومين اللي هيحكم مبارات الكم بص يا كريم لحد اللحظة وكراك فيها فين قسام فين قسام جوه اللجنة على اسم من الاسماء اللي هتحكم مبارات الكم يمكن كابت محمود البنة من الحكام الابرز بشكل كبير جدا ومرشح القفر حظا لكيادة مبارات الالو الزمالك ولكن بيطلع كده صوت جوه لجنة الحكام طب ما كابت محمود البنة خد مبارات السوبر مبارات الالو بيرامز اللي كانت اصلا مكررة مبارات الالو الزمالك فانا شايف ان ممكن ناخد لأمين عمر يطلع واحد كمان ودي كانت مرحب بها بريرة شوية قالك طب ما ندي واجه جديد ما ادرش مبارات الالو الزمالك اللي للسنوات اللي فاتت فاتت خد محمد عادل خد البنة خد أمين عمر فممكن ندي حد كمان تبمين يبقى ابراهيم دردين ولكن انا بأكد لك هو اللي اختير لحد اللحظة دي لحد اللحظة بكنا ما كفية ما بين طبعا أمين عمر وما بين البنة يمكن أمين عمر في مؤسكر في الكاف موجود في مصر لحد يوم السبعة عامدة بكرة انا بقولك ان لو تحيات الكورة او لجنة الحكام قررت ان هو يخله أمين عمر حكم للمباراة هيبعثوا خطاب بشكل يعني روتيني كده للكاف والحكم يخرج عادي جدا يلعب المباراة ويرجع تاني المعسكر لكن الصراع مزال ما بين البنة وما بين طبعا أمين عمر رقم واحد البنة ثم أمين عمر رقم كده ابراهيم عادل هيروح الأهلي ولا هيروح انجلترا لا بص العام رغبته بشكل كبير جدا الاحتراف يمكن كمان النهاردة شوفنا تقارير كتير جدا في انجلترا ان هو فيه أنداء كتير مهتمة به آه يمكن مش دي الأندال اللي يعني مهتمة بشكل كبير بتتفرج عليه سواء يعني مش هقدر أقول لك لفربولو تشلسي عايزينه لا ما فيش طبعا حاجة من الكلام ده ولكن أنا توصلت محد في أندر لغت البلجيكي ويعني أكد لي أن اللاعب أصلا بقاله سنتين في حسابات فريق أندر لغت بيتابعه بشكل كبير جدا كنت حتى تكلمته مع كابتان أحمد حسن وقال لي أن أندر لغت توصله معاه يعني سألوه عن إبراهيم عادل بعد خاصة كاس أم المفروكة الأخيرة كمان يتقل نصا كده أن الكمباني يعني كان لما كان ماسك فريق أندر لغت من سنتين كان بيتابعه وكان متم فيه دلوقتي الكمباني دلوقتي بقى ماسك بيرلي في إنجلترا فهل ممكن نشوف إبراهيم عادل موجود ولا لأ يمكن بس أنا بقول لك المعلومة لأكده إبراهيم مش عاوز يكمل في مصر بشكل كبير عز تحترف أنا معي قلي من النص دي بس عايزة عارف مين المدافع العربي اللي الزمالك عايز يجيبه بص بدون أسماء في حتة المدافع دي مدافع عربي بس مدافع مغربي فري قريب جدا من الانضمام للزمالك لكن اللي عطل شوية الموضوع الساعة اللي فات قصة القيد فالزمالك بس بيخلص قصة القيد وبعدين هيبدأ يحسن ملف الصفقات لكن في مدافع مغربي فري على الرادار والزمالك وابا كبير كان بيله في مصر نعم هوليا مشكرك شكرا جزيلا شرفتوا نوارت جيمي شرفتوا نوارتك العادة مشكرك شكرا جزيلا كالعادة رائعين يعني شكركم ده كان ختاب حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب